اشتركوا في القناة سبق لنا الدرس الأول من بداية السورة إلى الآية الثامنة عشرة وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نتدارس في الدرس الثاني من دروس تفسير سورة الأنبياء من الآية التاسعة عشرة إلى الآية الثالثة والثلاثين يقول سبحانه وله الضمير يعود إلى الله جل وعلا وله من في السماوات لما ذكر أن أولئك المعاندين المكذبين لهم الويل بسبب ما يصفون ذكر أن له جل وعلا من في السماوات والأرض فهو الذي خلقهم وهو الذي يملكهم وهو الذي يتصرف فيهم وهو الذي سيعودون إليه ولذا قال وله من في السماوات والأصل في من أن تكون للعاقل وقد يدخل غير العاقل فيها على جهة التبعية وقوله وله من في السماوات والأرض يشمل جميع من في هذه المخلوقات ومن عنده يريد بذلك الملائكة عليهم السلام لا يستكبرون عن عبادته أي لا يترفعون عن عبادته بل هم مقرون بالذل والخضوع له سبحانه وتعالى وهم مستمرون في عبادته لا يفترون عن هذه العبادة ليلا ونهارا صبحا ومساءا وفهم في كل أوقاتهم يعبدون الله جل وعلا طاعة لأمره وتسبيحا بقدسه ولا يستحسرون أي لا يتأسفون أو يندمون على عبادتهم وخضوعهم لله سبحانه وتعالى بل شانهم أنهم يسبحون واستخدم الأفعال المضارعة لا يستكبرون ولا يستحسرون ويسبحون للدلالة على أنهم مستمرون على ذلك لا ينقطعون عنه وقوله يسبحون الليل والنهار أي في جميع أوقاتهم ينزهون الله عما لا يليق به فهم ينزهونه عن الصفات غير المستحسنة وينزهونه عن الإضافات غير المحببة وينزهونه عن إخلاف وعده لأوليائه المؤمنين لا يفترون أي لا ينقطعون عن التسبيح وطاعة أمر الله عز وجل ولا يسأمون ولا يتعبون في ذكرهم لله جل وعلا ثم ذكر جل وعلا شأن المشركين فكأنه يقارن بين الملائكة الذين يعبدون الله وحده في جميع أوقاتهم وبين هؤلاء المشركين الذين صرفوا عباداتهم لغير الله جل وعلا فقال أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون أي تعجب من هؤلاء المشركين الذين جعلوا لهم معبودات يخضعون لها ويذلون لها مع أنها من الأرض التي هي تحت أقدامهم فمرة يصنعون آلهتهم من الطين والفخار ومرة يصنعونها من الأخشاب ومرة يصنعونها من المعادن التي تستخرج من هذه الأرض ثم تعجب هل هذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله تخلق شيئا من المخلوقات أو تحيي شيئا من الكائنات الحية ثم ذكر الله جل وعلا لهم دليلا عظيما على إفراد الله بالعبادة فقال لو كان فيهما أي لو قدر أن في السماوات وفي الأرض آلهة أخرى غير الله لا أدى ذلك إلى الفساد فإنه يفسد الناس حينئذ إذ ستكون هناك آلهة متعددة وكل قوم من الناس سينصرون إلههم الذي يعبدونه وبالتالي سيؤدي ذلك إلى الاقتتال وسفك الدماء والاختلاف والتنازع ثم لو كان في السماوات والأرض مدبر غير الله جل وعلا لا أدى ذلك إلى فسادها فإن هذا الكون بديع في صنعه بديع في تدبيره ومن هنا فإنه يحتاج إلى ملاحظة الأشياء الدقيقة لو قدر أن ما في الكون يفتر أو يبعد عن تدبير الله عز وجل ولو الشيء اليسير في الثانية أو في المسافة اليسيرة لا أدى ذلك إلى فساد هذا الكون وانظر لتدبير الله عز وجل لهذا الكون حيث يرسل في بعض فترات الزمان أشياء هينة يسيرة يترتب عليها أمور عظيمة كبيرة ففي زمننا الحاضر وفي أزمنة أخرى يرسل الله جل وعلا الأوبئة على الناس مبدأها فيروسات لا تشاهدها العيون المجردة بل إن المكبرات اليسيرة لا تشاهدها إلا بعد تعميق النظر فيها فانظر كيف أثرت على هذا الكون مما يدلك على أن هذا الكون لو لا تدبير الله له لكان فاسدا ولاختل نظامه ولاضطربت كواكبه ولأدى ذلك إلى التنازع العظيم في مجريات هذا الكون وهذه الأرض التي نعيشها إنما هي جزء جسير جدا من الكون مع كوننا نراها عظيمة ونرى فيها من التنازع والاختلاف بين بني آدم الشيء الكثير فكم من الحروب بينهم وكم من الاقتتال والنزاعات التي هي نوع من أنواع الفساد فانظر لما وجد هؤلاء الخلق في هذه الأرض اليسيرة وجد بينهم من أسباب النزاع والاختلاف وسفك الدماء وفساد الأموال وانتهاك الأعراض الشيء الكثير فكيف لو قدرنا ذلك في الكون العظيم بسماواته العظيمة وكواكبه ومجراته العظيمة وحينئذ ننزه الله جل وعلا فسبحان الله ننزه من أن يكون له شريك في تصريف الكون وننزه من أن يكون هناك مستحق للعبادة سواه وننزهه جل وعلا من أن يكون هذا الكون على تدبير الفسادة ثم ذكر بالعرش وهو أكبر الكائنات وذلك أن السماوات ولا رضين لو ألقيت في العرش لكانت كدريه مات ألقيت في الصحراء العظيمة بمترامية الأطراف متباعدة الأنحاء فسبحانه عما يصفون من كونه فهم يصفون الله بصفات غير لائقة به سبحانه فمرة يصفون بأن له الشركاء في العبادة ومرة ينسبون شيئا من الخلق والكون لغير الله جل وعلا ومرة ينسبون إلى الله سبحانه وتعالى ما لا يليق من الأقدار والعواقب ومرة ينسبون إلى الله أنه يترك من يكذب عليه وينسب له المقالات الكثيرة المتعددة ثم هو سبحانه لا يسأل عما يفعل فإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون لا يسأل لما فعلت ولا يسأل جل وعلا سؤال تقديس سؤال اختبار وسؤال امتحان بل هو يفعل ما يشاء وأما العباد فإنهم يسألون عن أفعالهم فسيقفون بين يدي الله فيحاسبهم على أعمالهم ويوقفهم حتى يسألهم عن كل ما أدوه وما فعلوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان وانظر لقوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أي سيسألون عما هم فيه من نعم الله جل وعلا ثم قال جل وعلا أم اتخذوا من دونه آلهة كانت الآية الأولى في إقامة البرهان العقلي على بطلان عبودية غير الله ثم هنا إراد للدليل النقلي على بطلان عبادة غير الله جل وعلا ولذا قال أم اتخذوا أي تعجب من حالهم كيف اتخذوا من دون الله وبدون أمره آلهة فهو الذي خالقهم والخالق هو الذي يتصرف فيهم وهو الذي سيعودون إليه فحينئذ هم مملكون له مربوبون له جل وعلا ومن ثم لا حق لهم في أي تصرف وخصوصا في أمر العبادة إلا بإذن من الله جل وعلا فكيف يتخذون هذه الآلهة معبودة من دون الله وهو لم يأذن لهم بذلك ثم قال هاتوا برهانكم أي طالبهم بإقامة الدليل الدال على جواز عبادة هذه المعبودات ثم قال جل وعلا هذا ذكر من معي وذكر من قبلي أي هذا القرآن فيه بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال من معه وحال الأنبياء قبله فهم قد جاءوا بإفراد العبادة لله وهذا الكتاب قد جاء بصفات الأنبياء عليهم السلام التي تنطبق على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون الحق أي إن أكثر الناس لا يعلمون الحق وليس عدم علمهم بالحق بسبب خفاءه أو بسبب عدم وصوله إليهم وإنما السبب في ذلك أنهم أعرضوا عن أنبياء الله وعن الدعاة لدينه ولذلك أصبحوا لا يعلمون الحق ثم قال تعالى وَمَا أَرَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ لأنهم في هذه في أوائل هذه السورة لما ذكر الله جل وعلا عن المشركين أنهم يأتيهم ذكر من ربهم فيلعبون وتلهوا قلوبهم وذكر جل وعلا الذكر الذي نزل على هذا النبي وعلى من قبله من الأنبياء وبيّن أن هذا الكتاب فيه ذكركم ولذا قال جل وعلا هذا ذكر من معي وذكر من قبلي أي فيه شرف لهذا النبي وشرف لمن اتبعه وسار على طريقته يبقى لهم سمعة طيبة إلى قيام الساعة بل أكثرهم لا يعلمون الحق قد يوجد من يتكلم فيهم ويحاول أن يقدح فيهم فيكون ذلك السب وذلك القدح سببا من أسباب رفع مكانتهم وإعلاء منزلتهم ثم لما ذكر الله جل وعلا أن هؤلاء الأقوام نسبوا إلى هذا النبي أنه بشر مثلنا فكيف نؤمن به ونصدق له أخبرهم جل وعلا أن الأنبياء السابقين يماثلون هذا النبي في صفاتهم ويماثلونه في الدعوة إلى التوحيد وإلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة ولذا قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول أي لم نبعث نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل إلا نوحي إليه أي نخبره بواسطة الوحي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون أي نوحي إليه أن العبادة حق خالص لله جل وعلا فلا يوجد معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى ولذا أمروا بالعبادة ولذا هناك نوعان من أنواع التوحيد توحيد خبري علمي بأن نعلم يقينا أن العبادة حق خالص لله وهناك توحيد عملي بأن نفرد الله بالعبادة فنعبده وحده ولا نعبد أحدا سواه ثم ذكر الله جل وعلا مقالة لهؤلاء الكافرين المشركين ألا وهي أنهم نسبوا إلى الله الولد ونسبوا إليه أن الملائكة بنات الله أن الملائكة بنات الله هكذا قالوا كذبا وزورا وَلِذَا نَقَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى عَنْهُمْ فَقَالْ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا مع أن الرحمن باقن أبدى الآباد ومن كان سيبقى لا يحتاج إلى الولد ومن كان قويا لا يعجزه شيء فإنه لا يحتاج إلى الولد فالحاجة للولد من أجل بقاء الذكر ومن أجل المعونة على ما يراد مزاولته من الأعمال والله قوي لا يحتاج إلى معين والله باق أبد الآباد ومن ثم لا يحتاج إلى من يبقى بعده لتخليد ذكره سبحانه تنزه عن هذه الظنون الكاذبة حيث نسبوا إلى الله الولد ونسبوا إليه سبحانه الملائكة فقالوا هم بنات الله فرد الله جل وعلا عليهم فقال بل أي هذا القول الذي تقولونه قول كاذب يضرب عليه ولا يلتفت إليه وإنما هؤلاء الملائكة عباد مكرمون عباد لأنهم يعبدون الله في كل أوقاتهم قائمون بعبوذية الله مكرمون أي كرمهم الله بطاعته وبالتسبيح له وبالقيام بأمره لا يسبقونه بالقول أي يمتثلون لأمر الله ويسمعون له ولا يقولون خبرا ينافي خبر الله جل وعلا فهم لا يسبقونه بالقول بل لا يعملون عملا إلا بأمر الله جل وعلا ولذا قال وهم بأمره يعملون لما قال وهم أفاد هذا اختصاص الملائكة بذلك وهم بأمره يعملون أن ينفذون أمره ويطيعونه فيه ثم إنه سبحانه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم أي لا يخفى عليه شيء من أحوالهم ولا ما يحيط بهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فلا يقدمون الشفاعة ولا يقومون بمحاولة الاعتذار عن أحد ولا يطلبون طلبا لمساندة أحد من الناس إلا لمن ارتضى رب العزة والجلال ومن صفتهم أنهم من خشيته فهم يعلمون ما عند الله من القوة فهم يعلمون بعض ما عند الله من القوة ويعلمون ويعلمون شيئا من صفاته فخافوا منه سبحانه وتعالى ولذلك وجد عندهم الخشية التي هي جمع بين العلم والخوف ولذلك فهم من خشية الله فهم من خشيتهم لربهم مشفقون أي خائفون وجلون أن تنزل بهم عقوبة الله جل وعلا ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم أي هؤلاء الملائكة يقرون بأنهم معبدون بأنهم عباد للرحمن يسلمون لأمره وينفذونه ويطيعونه ولا يتكلم أحد منهم بوصف نفسه بوصف يتجاوز حقيقته ولو قدر أن أحدا من هؤلاء المشركين قال إني إله ومعبود بحق من دون الله فذلك نجزيه جهنم أي نعاقبه جزاء مقالته وجزاء فعله أن نريده نار جهنم كذلك نجزي الظالمين أي هذه طريقتنا في معاقبة الظالمين أن نجعل لهم عقوبة الآخرة ثم قال تعالى أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا أي ألم تعجب من هذا الخلق العظيم هذه السماوات العظيمة وهذه الأرض كانت رتقا أي لا يوجد فيها مسام وبل هي متسامتة لا يوجد فيها منافذ وهكذا السماء فإذا بالله جل وعلا يفتقهما فيرسل السحاب فينزل الأمطار من السماء ثم يفسح في الأرض ويخرج النباتة منها فكانت الأرض قبل نزول هذه الأمطار رتقا لا منافذ فيها فلما نزلت عليها الأمطار تشققت وأخرجت النباتات منها ثم قال تعالى وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أي أن مبدأ حياتي المخلوقات الحية هي مادة الماء سواء كان الماء المعهود فإن حياته الكائنات الحية متوقفة عليه أو من النطفة التي هي أصل مبدأ خلق الكائنات الحية أفلا يؤمنون؟ أي هل لا يكون هذا السبب سببا من أسباب يقينهم بأن الله هو المتصرف في الكون وأن هؤلاء الأنبياء عليهم السلام إنما يرشدون الخلق إلى الله سبحانه وتعالى ثم ذكر الله جل وعلا آية عظيمة تدل على انفراده بالخلق والأمر فقال سبحانه وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا أن تميد بهم أي خلق الله في الأرض جبالا عظيمة تكون سببا من أسباب رسو هذه الأرض وعدم ميلانها أو اضطرابها وَجَعَلْنَا فِيهَا فِيجَاجًا سُبُلًا أي جعل في الأرض طرقا عديدة تكون فجاجا أي بين الجبال التي تكون عظيمة فهذه الفجاج أي الشقوق التي في الجبال جعلها الله جل وعلا طرقا وسبلا يسلكها الناس لعلهم يهتدون أي لعل ذلك يكون سببا لمعرفتهم للطرق التي توصلهم إلى مقاصدهم التي يريدونها ولعل هذه النعم العظيمة تكون سببا من أسباب هدايتهم للحق قال وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا أي أن الله جل وعلا يمتن على العباد بأن جعل السماء مرفوعة بمثابة السقف لهذه الأرض تحفظ من أن تقع على الأرض وتحفظ من أن يرد إليها الشياطين فيستمعون لما يقال فيها ومع أن هذه آيات عظيمة إلا أن هؤلاء اللقاء أقوام عن آياتها أي عن العلامات الباهرة والدلائل الواضحة الدال على قدرة الله والدال على وجوب إفراده بالعبادة هم معرضون أي لا يتفكرون في هذه الآيات ولا ينظرون فيها ثم ذكر الله جل وعلا آيات أخرى عظيمة منها الليل فهذا الليل الذي يغطي بظلمته وسكونه الأرض من العلامات العظيمة وهذا النهار الذي يأتي فيضيء للخلق الأرض فيجعلهم يتقلبون في مناكبها فهاتان آيتان عظيمتان في لحظات تتبدل الدنيا من ظلام دامس إلى نور غالب وفي لحظات أخرى يعود الأمر كما كان عليه سابقا ثم ذكر الشمس والقمر فهما آيتان عظيمتان الشمس سراج ينير لأهل الأرض والقمر يحسبون به أيامهم وحسابهم ويعرفون به شيئا من سنن الله في الكون وكل هذه الآيات في فلك يسبحون فالشمس والقمر والكواكب وأنواع المخلوقات العظيمة في الكون تسبح بمعنى أنها تدور على فلك والفلك بمثابة المحل المحل الدائر الذي تدور عليه كفلك الخياطة وفلك أثدي المرأة فهي في أشكال دائرية وقوله يسبحون أي أنها تسير بدون أن يكون لها اتصال بغيرها تثبت عليه وهذا من قدرة الله جل وعلا كيف تكون هذه الكواكب السيارة وهذه النجوم العظيمة وهذه الشمس والأرض تدور في فلك بدون أن يمسكها شيء فهذا تقدير رب العزة والجلال يدلك على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى ويدلك على وجوب إفراده جل وعلا بالعبادة فهذه الآيات العظيمة فيها فوائد كثيرة فمن فوائد هذه الآيات أن جميع من في السماوات والأرض مملكون لله خلقهم من عدم وأمره الكوني جار فيهم وفي هذه الآيات بيان مكانة الملائكة عليهم السلام ومنزلتهم عند الله جل وعلا وفي هذا رد لمقالة المشركين حينما قالوا ألا ينزل لنا ملك من الملائكة فيكون معه نذيرا وفي هذه الآيات ذكر حال الملائكة من كونهم يستمرون على العبادة لا ينقطعون عنها مما يرغب بني آدم في أن يحتذوا حذوهم وأن يسيروا على طريقتهم وفي هذه الآيات أيضا بيان بطلان عبودية من يعبد من دون الله فالعبادة حق خالص له سبحانه ولا يعبد أحد بحق إلا هو سبحانه وفي هذه الآيات إقامة الأدلة العقلية والنقلية على بطلان آلهة المشركين فأما العقلية فهذه الآلهة التي يعبدونها هي من الأرض ثم هذه الآلهة لا تخلق شيئا ثم هذه الآلهة لا تتصرف في الكون ثم هذه الآلهة لو كانت حقا لو كانت تعبد بحق لانقسم الناس فتقاتلوا ففسدت الأرض وأما الدليل النقلي فإن الملائف فإن هذه المعبودات لا يوجد دليل مما ينقل عن الأنبياء عليه السلام يسوذ عبادة هذه المعبودات وفي هذه الآيات تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به من الأوصاف والأخبار وفيها أن بني آدم والجن سيسألهم الله عن كل أعمالهم قليلها وكثيرها وفي هذه الآيات أيضا أن الله جل وعلا سيبكي ذكر هذه الأمة وذكر هذا النبي فيكون لهم السمعة الطيبة الحسنة إلى قيامي الساعة وفي هذه الآيات تذكير هذا النبي ومن قبله من الأنبياء بأن العبادة حق خالص لله وحده سبحانه وتعالى وفي هذه الآيات أن عدم اتباع كثير من الناس للحق وعدم سيرهم عليه بسبب إعراضهم عن استماع دعوة الحق وعن استماع الأدلة والبراهين الدالة على وجوب إفراد الله بالعبادة والدالة على صدق أنبياء الله عليهم السلام وفي هذه الآيات أن الأنبياء جميعا كانوا يدعون إلى شهادة التوحيد لا إله إلا الله ويأمرون أقوامهم بإفراد الله بالعبادة وفي هذه الآيات اتحاد دعوة الأنبياء عليهم السلام في أصل دعواتهم وفي هذه الآيات تقسيم التوحيد إلى نوعين توحيد العباد توحيد العملي وتوحيد العلمي فالتوحيد العلمي بالإقرار بأن الله هو المعبود وحده والتوحيد العملي بصرف العبادة لله وحده وعدم صرفها لأحد سواه وفي هذه الآيات بطلان مقالة المشركين حينما نسبوا إلى الله جل وعلا الولد وفي هذه الآيات نفي مقالة الكافرين بأن الملائكة بنات لله وأن الله جل وعلا خلقهم لحكم يراها وفي هذه الآيات ذكر أوصاف الملائكة بكونهم يستمرون على العبادة وبأن الله جل وعلا كرمهم وقد استدل بعض أهل العلم بقوله بل عباد مكرمون على تفضيل الملائكة على بني آدم وهناك من رأى بأن من كان من بني آدم قائما على التوحيد والسنة والطاعة كان أفضل منهم وخصوصا من الأنبياء وفي هذه الآية استحسانوا ذكر صفات من يحمد في أفعاله من أجل أن يقتدى به ويسار على طريقته فالثناء على أهل الخير بذكر صفاتهم الجميلة من الأمور المستحسنة من أجل أن يقتدى بهم وفي هذه الآيات أن أمر الله الكوني نافذ وأنه لن يستطيع أحد من رد أمره جل وعلا وفي هذه الآيات عموم علم الله للمخلوقات فلا يخفى عليه شيء من أمر خلقه ومن ذلك ما يكون عند الملائكة فهو يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وفي هذه الآيات أن الشفاعة لا تكون لأحد من الناس إلا إذا رضي الله عن المشفوع وأذنى للشافعي وفي هذه الآيات أثناء على أهل خشية الله وعلى من يخاف من الله جل وعلا فالخوف من الله عبادة عظيمة ينال بها الإنسان الأجور الكثيرة فكما أن الله رحيم بعبادة هو شديد العقاب كما ورد في آيات كثيرة ولذا قال بعدها وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَاهُمْ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ وفي هذه الآيات أن العقوبات التي تكون على بني آدم في الدنيا أو في الآخرة إنما هي بسبب أفعالهم فما جاءهم إلا جزء من جزاء أفعالهم وفي هذه الآيات أن سبب العقوبات الدنيوية والأخروية الظلم في حق الله وفي حق عباد الله وفي هذه الآيات التذكير بشيء من نعم الله عز وجل على الكون فمن ذلك ما يمتن الله به على العباد من إنزال الأمطار بعد أن كانت السماء ممسكة لا يُرَى فِيهَا أَيُّ شُقُوقٍ أَوْ 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 أَيُّ فُتُورٍ ثُمَّ وَهَكَذَا وَهَكَذَا فِي الْأَرْضِ بأن السماوات كانت ملتصقة ببعضها وأن الأراضي ببعضها وأن الأراضي ببعضها ففرق الله بينها وَهُنَا كَمَنْ وَهُنَا كَمَنْ وَهُنَا كَمَنْ من نعمة الله على العباد حيث جعل لهم طرقات بين الجبال شقها ما بين هذه الجبال العظيمة وفي هذه الآيات بيان أن مما يريده الله بالعباد أن يكونوا مهتدين سواء في الطرقات أو في أمور معايشهم أو في أمور عبادتهم لرب العزة والجلال وفي هذه الآيات الاستدلال على وجوب عبادة الله بكونه جل وعلا قد جعل السماء سقفاً لهذه الأرض وهذه السماء لا تسقط على الأرض وفي هذه الآيات بيانوا أن سبب إعراض المشركين والكافرين عن الاستجابة لدعوة الحق هو إعراضهم وعدم استماعهم لدعاة الحق والهدى وفي هذه الآيات أيضا الاستدلال على وجوب إفراد الله بالعبادة بكونه قد خلق النهار والليل وخلق القمر والشمس لتكون آيات عظيمة له سبحانه وفي هذه الآيات أيضا أن الله جل وعلا قد جعل هذه الكائنات تدور في دوائر وفلك عظيم بدقة متناهية لا تخرج عن مسار سيرها ولو لجزء يسير وفي هذا تذكير بأن رب العزة والجلال هو المدبر للكون ولو كان هناك مدبر غيره سبحانه لأدى ذلك إلى فساد هذا الكون فما أعظم هذه الآيات وما أكثر ما فيها من الفوائد والأحكام بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير واجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين كما نسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين مما سر على طريقة الأنبياء في توحيد الله وإفراده بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادات لغيره سبحانه وتعالى ونسأله جل وعلا أن يجعلنا من أتباع الوحي الكريم ممن آيقنا وأقر بأن الأولوهية لله وحده كما قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نحيي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وفي هذا دلالة واضحة على أن القرآن من عند الله وأنه كلام رب العزة والجلال بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر